وارجعنا لكم تاني في المنتجة ده ودي كانت تصريحات كابتن هاب جلال في المؤتمر الصحفي وتصريحات عمر السلية قائد المنتخب وتصريحات أنا شايف تصريحات متزنة تصريحات فيها حاجات كتير جدا مهمة كان فيها جدل ونقاش كتير في الفترة بتاعت كيروش ان العيبة كتير بتدخل منتخب وان العيبة كتير جيدة كان بتقوم موجودة ومحمد صلاح كان في نقطة قبل كده قال لك ان كل مدرب بيجي بيجيب ناس جديدة خالص عن اللي كانت موجودة قبل كده وبيحاول يعمل حاجة جديدة لنفسه النهاردة كابتن هاب جلال تطرق لده في المؤتمر قال ان احنا حفظنا على القوام الناس اللي داخلت المنتخب اعتقد الناس كلها كتب مرشحاها يعني اذا كان دخول إبراهيم عادل أحمد عاطف محمد إبراهيم محمد إبراهيم واحد من أبناء منتخبات مصر خلينا برضه لازم الناس تبقى فاهمة دي اللعيب اللي متأسس كويس في المنتخبات بيفرق جدا على المستوى البعيد في انك لما تحتاجه وتلاقيه محمد إبراهيم من اللعيبة المهمة جدا في مصر ولكن الإصابة عطرته شوية وظروفه في ناتزة مالك الأمور كانت شوية بيلعبوا شوية لا وما كانتش مستقر قوي ولكن تبقى قيمة محمد إبراهيم من يعني من المحمد إبراهيم من اللعيبة كبيرة من اللعيبة المميزة اللي فعلا مش هقول إنها هي مظلومة ولكن محتاج ياخد الفرصة كاملة ودي أرقام محمد إبراهيم معانا في الدوري محمد إبراهيم لها بعشرين مباراة أهداف أربعة صناعة أهداف أربعة تمامات مفتاحية تسعة وتلاتين صناعة فرص تلاتة واربعين فرصة وده رقم كبير جدا 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 في عشرين مباراة تزديلات 28 تزديلات على المرمى 9 مراوغات صحيحة 81 محمد إبراهيم برضو من ناس اللي من لعيبة اللي عندها حكتين في وقت واحد ودي نادرة لما بتلاقيها دايما صنع اللعب ما بيقوش عنده مراوغاته مش كتيرة الدريبل بالكرة بتاعته بالكرة بيقاش كتير محمد إبراهيم عنده ده عنده بيعافي يعمل الاسيست كويس وبييعافي يعمل دريبل كويس لعيب دريبلر كويس جدا جدا وأنا شايف محمد إبراهيم مكسب لمنتخب مصر إنه هو ده لعيب منتخبات لعيب راجل كان منتخب ناشئين لعب منتخب شباب ولعب منتخب أولمبي وفترة نضم المنتخب الأول بقى كده راجع تاني فأنا شايف من الحاجات الجيدة جدا لإيهاب جدا إنه هو يبقى موجود في منتخب ممكن الناس تبقى شايفة إنه محمد بقى له كتير مش في منتخب فهتبقى حاجة صعبة لأنا شايف إن دي حاجة كويسة لإن إبراهيم محمد ابن منتخب من العيبة اللي ناشئت في منتخبات الناشئين وكمان أحمد عاطف أحمد عاطف من الفراد المميزين جدا 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 في الدورة دلوقتي وبيقدي بشكل كويس والصراع كبير جدا من كل أندية على أحمد عاطف وهو بصراحة كل مباراة بيثبت إنه هو يعني من المهاجمين المميزين جدا ومهاجم عنده مواصفات جيدة جدا عنده صراعات راجل مشاكس راجل بلتحم في كل كورة بشغل عجول كويس كمان اتطور جدا بقى في شغل عجول دي أرقام عاطف معنا لعب 13 مباراة سجل 6 أهداف صنع هدفين تزديلات 26 تزديلات على المرمى 15 وصنعات فرص 10 وتمرينات مفتاحية 8 ومراغات صحيحة 17 أرقام مميزة جدا للعاطف وكمان أعتقد فيوتشر كمان فعل بند الشراء من ودي دجلة فأصبح لعب لنادي فيوتشر فيوتشر يمتلك أحمد عاطف خلاص ومحمد رضا بوبو كمان دخل معاهم إبراهيم عادل أنا شايف إبراهيم عادل موهبة كبيرة جدا ومش أنا بس مصر كلها شايف أن الراجل ده من أحسن لعبة اللي موجودة في مصر وهو بفعلا إبراهيم عادل من أحسن اللعبة اللي موجودة في مصر وكمان لسه ما أخدش يعني الناس شايفة ده وهو لسه ما أخدش فرصة كاملة لسه ما أخدش فرصة في نادي كبير نادي جماهيري نادي كبير جماهيري أهلي زمالك منتخب حاجة برضو لعب منتخب بشيء مختلف تماما دي أرقام إبراهيم عادل في الدوري لعب 17 سجل 6 أهداف صنع 3 أهداف تمرات مفتاحية 18 صنعات فرص 21 ده برضو رقم ممايز جدا تزديدات 45 تزديدات على المرمى 14 ومروغات صحيحة 38 إبراهيم عادل برضو من الناس اللي تعرف تلعب على الجناحين بقى في لعب رأس حربة صريح بقى في لعب تحت رأس الحربة فعنده مرونة عنده مرونة تاكتيكية تقدر تستخدمه في أي مكانه وكابتان إيهاب جلال من الناس اللي بتحب تلعب بمهاجم وهم تحبش تلعب بمهاجم صريح فعبراهيم عادل برضو ممكن بقى ليه مستقبلا مع كابتان إيهاب جلال دور كبير هو وعمر مرموش كمان دول الوجوه الجديدة وكابتان إيهاب حافظ على الجزء كبير جدا من كان المنتخب أكتر من 95% من كان المنتخب موجود هما هما نفس الناس هما هما نفس اللعيبة فدي حاجة كويس حاجة من الحاجات إنك تقدر تحافظ على ده والراجل كمان في تصريحاته يتكلم إنه هو مش هيغير حاجة كبيرة مش هيلحق يغير ومش صح إنه يغير حاجات كتير في المنتخب هو أعتقد كابتان إيهاب جلال بطريقة إيهاب بطريقة التحضير أنا شايف إن التغيير اللي ما بينه هيبقى إيهاب جلال وكيلوش هيبقى في نص ملعب في العيبة رقم 8 اللي اتنين اللي عيبة رقم 8 إذا كان أعتقد ممكن يبقى زيجي ليه دور كبير جدا مع إيهاب جلال ممكن إمام عشور كمان يبقى ليه دور كبير هنيجي لما نره نشوف التشكيل نتكلم مع بعض التشكيل هنشوف القايمة الأول ونشوف إن فعلا ما كانش فيه تغييرات كتير في الاختيارات حراسة المرمى وقايمة المباراة بكرة إن شاء الله طبعا بعد استبعاد الشناوي اللي إصابته بالكورونا ربنا يشفيه عفيه محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود دجاد خط الظهرة عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر ومحمود علاء والوينش وياسر إبراهيم وآيمان أشرف ومحمد عبد المنعم وكريم حافظ محمد عبد المنعم طبعا مش هشارك في المباراة دي خط الوسط إمام عشور وأحمد حمدي ومهند لاشين وحمدي فتحي وعمر السلية ومحمد مجدي أفشا خط الهجوم مترزجي وعمر مرموش محمد صلاح أحمد عاطف أحمد سيد زيزو مصطفى محمد إبراهيم عادل محمد إبراهيم والتشكيلة فيها مرونة برضو يعني أنت عندك زيزو ممكن يبقى موجود في السلاسة نص الملعب زيزو ممكن يبقى موجود في السلاسة السلاسة الهجومي على في أحد الجناحين محمد إبراهيم برضو نفس الشيء بيلعب ده بيلعب رقم عشر كويس بيلعب رقم تمانية كويس بيلعب جناح كويس عمر مرموش برضو عمر مرموش أعتقد هيبقى دوله أكتر في أنه هو يبقى رأس حربة وهمي مع إيهاب جلال بطريقة إيهاب جلال معتادة فبالتالي أنت عندك حلول كتير عندك كمان حل أنك ممكن تلعب بتلاتة وكابتن إيهاب جلال من الناس اللي بتحب تلعب بالطريقة دي وأنا بقول لكم تاني وثالث ورابع وخامس منتخب مصر أنسى بالطرق ليه منتخب مصر والفلقة الكبيرة في مصر واللعيب المصري أنسى بطريقة ليه التلاتة بالذات كمان لو عندك اتنين بكات عندهم نزعة هجومية لو أنت عندك اتنين بكين عندهم نزعة هجومية هتلعب تعامل بشكل كواس جدا 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 لأن أنت كسبت كودفوار وكسبت كاميرون وكسبت ناجيريا وكسبت الجزائر وأنت بتلعب بتلاتة فأنت تقدر تعمل ده وأنت قماشة العيدة بتاعتك بتحب ده بتحب شوية التلاتة شوية فيها وأنت بتحضر فيها أريحية شوية وأنت بتدافع برضو نفس الشيء عندك بتأمن بتأمن بواحد زيادة بدلا ما ترجع جناح من الأربعة وقت كبير جدا يرجع فيه مسافة كبيرة بتلعب بالتلاتة دي بتأمنك بشكل كويس جدا وبتعمل خيارات كتيرة في أن أنت عندك عندك باكين ممكن تستغلهم بشكل كويس إمام عشور لعب في الأربعة في كاس الأمم ولعب فاينل ولعب تصفيات كاس عالم وأنت بتلعب بأربعة وأدى بشكل كويس جدا ما بالك بقى لو أنت بتلعب بإمام عشور أو عمر كمال عبد الواحد أو ترزيجي كمال ناحية الشمال وترزيجي عملها في وقت ملاقوات عندك مرونة كبيرة جدا وقت ممكن تلعب بتلاتة وعندك ترزيجي ناحية الشمال وزيزو أو عمر كمال عبد الواحد أو إمام عشور ناحية اليمين وعندك اتنين في النص ملعب السلية أو النني أو مهاند لاشين أو حمدي فاتحي وعندك سلاسي أكتر يقدر يدخل لجوان ملعب كتير محمد صلاح مرموش زيزو أو ترزيجي لو حد فيهم بيلعب باك